السلام عليكم ازايكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب ان شاء الله رأيكم بقى نحضر مع بعض كده الزبادي الجميل لصحور رمضان احلى حاجة في الصحور وهي كوباية الزبادي اللي بنختم بيها الصحور وبترطب بقى كده على قلبنا علشان ما نعطاش فيه الصيام شايفين الزبادي وجمالها كده احنا بنحضرها لو انتي اول مرة بتشوفي طريقة الزبادي او اول مرة تعملي زبادي هتنجح معيك بامر الله وفضل الله شايفين الزبادي كده انا كنت لسه مطلعوها من الفرن مدخلتهاش التلاجة حبيت اصورها معاكم كده على طول علشان تشوفوا جمالها قد ايه هي حلوة كده كانت لسه ماخدتش البرودة بتاعت التلاجة ولسه هتتماسك تاني تعمها حلو جدا كريمي وكمان حديكم طريقة الزبادي بالفواكه حاجة كده سهلة وبسيطة بامر الله انا جبت هنا اثنين كيلو من الحليب الحليب اللي هو كامل الدسم غليته على النار وسبته لحد ما يبرد مش هيبرد ان هو يبقى سائع لا انا عايزة يكون زي دمعة العين يعني يكون دا في كده حاجة بسيطة خلاص حبتدي بقى ان انا افضي الاثنين كيلو في اي دورة يكون واسع علشان احضر التخميرة بتاعت الزبادي هتستخدمي اي نوع زبادي انت بتحبي النكهة بتاعته على كيلو الزبادي بناخد معلقتين كبار من الزبادي فانا هستخدم هنا العلب الصغيرة فهيخد منها علبتين وعلى كل كيلو هيخد عليها معلقة كبيرة من السكر يعني انا هنا افتخدمت اثنين كيلو من الحليب وعلبتين من الزبادي الصغيرة معلقتين كبار من السكر حطيت بقى الزبادي مع معلقتين السكر وحيخد عليهم كده تلات معالق من الحليب يضوبك كده يفكوا القوم بتاع الزبادي ويدوبوا السكر معايا في المرحلة دي قلبي كويس جدا لحد الزبادي بتاعتك ما تفك خالص وتكون سهيلة مش عايزينها تكون فيها تكتلات بعد كده هنفضي الخليط ده على كمية الحليب كلها ونبتدي ان احنا نقلبهم كويس جدا كل ما هتقلبي اكتر كل ما هيديكي النتيجة في الاخر بتكون حلوة وكمان هيطلع قوام كريمي جدا للزبادي بعد ما قلبت حضري بقى الكبيات التواجن اللي انت هتعملي فيها اي حاجة بتحطي فيها الزبادي حضريها وحنبتدي بقى نصب خليط الزبادي الجميل التحفة ده وانا بعبي الزبادي معاكم هقولك كده على كم علومة لو عملتها وانتي بتحضري الزبادي الزبادي هيطلع معاك ناجح من اول مرة بامر الله وانتي بتغلي لبن بتاع الزبادي بعد ما هيغلي هتوطي النار على اقل درجة عندك وحاتسبيه يغلي دقيقة او دقيقتين على النار هادي خالص علشان يطلع الميا الزيادة اللي فيه هتقولي اللبن ما بيكونش فيه ميا لأ فيه كتير من اللبن بيكون تزويد له ميا فإحنا لما حنهدي النار اي ميا الجواه هتتبخر وهيتبقى معانا الحليب هيكون صوفي خالص بدون اي ميا هتكون زيادة فيه تمام وبعد كده بنسيبه لحد ما بيبرد يكون دافي زي دمعة العين وبنبتدي ان احنا نشتغل فيه عايزة ناكة الزبادي بتاعتك ما يكونش فيه المزيزة الجمدة است تستخدمي نوع زبادي انتي بتكوني بتحبيه الخميرة بتاعت الزبادي اللي هتستخدميها هي اللي هتطلع لك نفس النكهة بتاعت الزبادي ودي معلومة مهمة جدا بالنسبة بقى لمعلقة السكر فيه ناس بتخاف تحطها علشان الزبادي ما تفكش منها لا السكر مش بيخلي الزبادي تفك ولا تعمل ميا ولا اي حاجة بالعكس بيدي للزبادي تسكيره وبيخليه ما تفوهش المزيزة اللي فيه ناس كتيرا ما بتحبهاش في الزبادي شايفين بقى عبيت الطواجن عايز اقولك اللي 2 كيل طلعوا معي ما شاء الله 12 طاجر من الفواجن الصغيرة ولسه بقى حنعمل الزبادي اللي هي الطعم الفواكه انا هنا هديك الفكرة بتاعت الزبادي بالفواكه وانتي بقى ابداعي واعملي النكهات اللي ولادك بيحبوها انا هجيب الكوبات الازازي اللي هي الصغيرة وهحط فيها كده معلقة كبيرة من المربة هستخدم مربة الفراولة وعلى فكرة المربة دي انا اللي عاملها في البيت بتكون سهلة وبسيطة مش محتاجين ان احنا نشتري الحاجة دي من برا حطيت معلقة المربة وساويت كويس جدا اي زياد كانت فيها مربة في الكوباية من فوق علشان الشكل في الاخر يكون شكله كويس وبصب معادي خليط الزبادي على المربة ما بتفصلش ولا بتعمل مية ولا اي حاجة وحتشوف الشكل طبعا في الاخر بيكون حلو جدا وناجح بنسبة 100% واستخدمي اي نوع نكهة فراولة انتي حبها او اي طعم انتي حبائت بقى معايا بقى شوية من خليط الزبادي وزعتها على التواجن اللي 2 كيلو حليب عملوا معايا 12 طاجر من التواجن اللي هي الفخار وكوبايتين صغيرين انا قبل ما اشتغل في الزبادي كنت م مولا على الفرن على يعني درجة حرارة متوسطة يعني حوالي 170 بسيبه لمدة 5 دقايق بس وبعد كده بطفي عليه وبتبتدي ان انتي تشتغلي الزبادي حطيت بقى في الصناي بتاعتي مية تكون دافية مش مية سخنة قوي واحد ادخلهم الفرن لمدة من 4 ساعات لست ساعات وده كان شكلهم في الفرن بقى تفتحيش الفرن خالص عليهم طول مهم جوة الفرن علشان الحرارة بتاعت الفرن ما تنزلش معاكي والزبادي يفصل ده كان شكل الزبادي بعد ما عد عليها بالضبط خمس ساعات كانت متماسك انا كنت في المرحلة دي لسه مدخلتهمش التلاجة بقلب الزبادي اهي بتتقلب معايا ولا فصلت ولا عملت مية ولا اي حاجة وعايز اقول القوام الزبادي كان كريمي جدا وما فيهوش الطعم اللي هو اللازع علشان انا استخدمت الزبادي بتاعت الخميرة النوع اللي انا بحبه والنكهة اللي انا بحبها وكمان وش القشطة بتاع الزبادي كان حلو جدا جدا الطريقة سهلة وبسيطة بلاش نشتري الحاجة بالغالي نعملها في البيت حتكون احلى واوفر كمان شايفين بقى الزبادي بطعم الفراولة او بتعم المربة اللي انا حبيها كانت حلوة جدا الفراولة والزبادي ما فصلوش ما عملوش مية ولا اي حاجة طريقة سهلة جدا بتمنى طبعا تعتمديها معاكي وتجربيها وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا وربضان كريم علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية